وصلا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته إلى القاهرة اليوم في زيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة جلالة الملك المفدى من المقرر أن يجري مباحثات مع أخيه سيادة الرئيس عدل منصور رئيس جمهورية مصر العربية تتناول العلاقات التاريخية الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات إضافة إلى آخر تطورات والمسجدات السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله مع للدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري وسعادة الشيخ راشب بن عبد الرحمن الخليفة سفير مملكة البحري لدى جمهورية مصر العربية وعضاء السفارة البحرينية ويرافق جلالة الملك المفدى وفد مكون من مع للشيخ خالد بن أحمد بن سلمان الخليفة وزير الديوان الملكي مع للشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري مع للشيخ راشد بن عبد الله بن حمد الخليفة مع لللواء الركن الشيخ دعيج بن سلمان الخليفة رئيس هيئة الأركان سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشاري صاحب الجلالة للإعلام سعادة الدكتور ماجب بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم مع الشيخ خليفة بن عبد الله بن محمد الخليفة أمين عام مجلس الدفاع ومستشار الملك سعادة اللواء عادل بن خليفة الفاضل وزير الدولة للشؤون الداخلية سعادة السيد غانب من فضل غانب البعنين وزير الدولة للشؤون الخارجية سعادة اللواء الركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية سعادة السيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال